أعلن وزير السياسة الإقليمية الإسبانية أنخيل فيكتور توريس أن الحصيلة الموقتة لضحايا العصفة دانا التي اشتحت جنوب شرق إسبانيا مساء الثلاثاء وليلة الأربعاء ارتفعت إلى 95 قتيلا من جهة أخرى رفعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية مستوى التأهب من اللون البرتقالي إلى الأحمر بسبب خطر تركم المياه هذا وأعلنت الحكومة الإسبانية فترة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم السادس الموثق للثاني من ومر المقبلة كما دعت المواطنين القاطنين في المناطق المتضررة من العصفة إلى عدم مغادرة منازلهم أو استخدام الطرقات التي انقطع الكثير منها وغمرتها المياه